تحتضن مدينة برشيد من الثاني عشر إلى الخامس عشر من الشهر المقبل النسخة الأولى للمعرض الوطني المهني للحبوب والقطاني التي تتزامن مع انطلاقة الموسم الفلاحي الجديد الأهمية للتظهر هي لا تخفى على قطاع فلاحي خاصة قطاع زراعة الحبوب والقطاني كانت مؤهدات كبيرة بشرف من الإنتاجية الإنتاجية مغمان بلغت هي لازل ضائفة مقارنة مع المؤهلة دي البلاد كان حصلوا على 100 مليون قنطار قاع في سنة خصبة من اللي كانت تقسم على خبسة البنين ونزل هكتارات كانت تعطيك واحد 18 قنطار أو عشي قنطار في هكتار بينما كلي كيعمل 50 وكيعمل 60 قنطار إلى هذا العشرين ومعدد العشرين طلعناها الثلاثين راولوا في ميو وخبسة مليون ولا طلعناها الربعين راولوا في ميو وخبسة مليون ولا طلعناها اكتفاء ذاتي راولوا صدروا الباقي وبالتالي إمكاني للرفع متناول لو تدافر الجهود إن هذا المعرض الذي يقام على مساحة 15 ألاف متر مربع متوزع إلى أزيد من 200 رواقا تضم خمسة أقطاب قطب الشركات الفلاحية والتثمين القطب المؤسسات قطب المنتجات المجالية قطب الآلات الفلاحية فضلا عن قطب المؤتمرات والندوات